زار رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز مهرجان الزيتون الوطني العشرين المقام في حدائق الحسين في عمان واطلع على المنتجات الريفية والسلع الزراعية التي يوفرها المهرجة لزواره الرزاز أعرب عن فخره بالمنتجات الزراعية الأردنية والتي تمتاز بالجودة العالية مؤكداً اهتمام الحكومة بالتسهيل على المزارعين في عملية تسويق داخل الأردن وخارجه وأيضاً اطلع رئيس الوزراء على عملية إجراء الفحوصات المخبرية لعينات من زيت الزيتون والذي يحظى بسمعة جيدة على المستويين المحلية والإقليمية المهرجان الذي تشارك فيه نحو ستمائة أسر وثلاث عشرة جمعية ريفية زراعية يهدف إلى دعم الأسر المنتجة لتسويق منتجاتها الزراعية والمنتجات الريفية التقليدية نحن واجبنا أن نسهل على ابننا المزارع والمزارعة والتصنيع الزراعي أنه يوصل لكل العالم ويوصل لعمان ويصير في عنا بعمان مركز دائم لعرض المنتجات الزراعية من قبل الجمعيات اللي منفتخر فيها لأنه فعلا هذا بيسهل وبيوصل للمزارع والمنتج الزراعي إلى المستهلك مباشرة وبدون وسطاء وهذا من شأنه أن يعزز هذا القطاع المنتج اللي إحنا فخورين فيه ترجمة نانسي قنقر